ما تراه ليس مخلوقا بحريا ولا رغيف خبز تائها في كاس إنه راسب فضة تشكل أمام أعيننا فن وعلوم في آن واحد في الفيديو السابق تجلى لنا جمال التفاعل الكيميائي أثناء ترسيب الفضة وهذا هو الراسب الذي تشكل بعد مضي مدة زمنية تقارب الأربع والعشرين ساعة وتجدر الإشارة إلى أن هذه الطريقة تعتمد بشكل جوهري على عدم التحريك أو الخلط عند إضافة المادة المختزلة لا سيما عند ترسيب الفضة حيث إنه بعد سلسلة مطولة من التجارب والدراسات المعمقة تبين لي أن الطريقة الأمثلة للترسيب لا سيما مع الفضة تكمن في إضافة المادة المختزلة دون الخلط والتحريك أشبه ما يكون برش الملح على الطعام حيث يسمح لذرات الفضة تتجمع ذاتيا ببطء في تكتلات وسأكشف لكم عن السر العلمي وراء هذه الخطوة الاحترازية خلال أجزاء الفيديو على أي حال تأملوا معي هذا الراسب وهندسته الطبيعية التي تشبه كائنا بحريا غريبا أو رغيف خبز يتهادى في الكأس أعطونا تشبيها له أليس هذا التجمع الذري المتناغم آية من آيات الجمال الكيميائي؟ والأكثر إدهاشا أن هذه التكتلات لا تهبط إلى القاع مباشرة وتظل معلقة في وسط الكأس حقيقة إنها ظاهرة تثير الاهتمام حقا سأقوم الآن باستخدام الساق الزجاجي لتمزيق هذه اللوحة الكيميائية أعتذر عن تفكيك هذا الإبداع الكيميائي ولكن دعونا نبرهن للمشاهدين أنه بمجرد التمزيق لاحظوا كيف ستهبط الفضة إلى الأسفل والأهم من ذلك كما أوضحت سابقا أن عدم التحريك عند إضافة المادة المختزلة يسمح بتكون راسب الفضة في تكتلات كبيرة الحجم يصعب فقدانها أثناء عملية التخلص من السائل وغسل الراسب مما يضمن الحصول على راسب للفضة دون ضيع ها هو الراسب بعد تصفية السائل ثقيل ومتكتل سنقوم الآن بغسله غسلا أوليا علما أنه لازم الغسل يتكرر عدة مرات بالماء الساخن قبل الصهر لضمان إزالة أي آثار للمواد المختزلة أو الأحماض أو الشوائب إلى آخر وسنخصص لاحقا شروحات مفصلة لطرق الغسل والمعالجة انظروا كيف يبدو راسب الفضة نقيا جميلا وسيكون لنا شروحات متعددة حول ترسيب الفضة أنواع المرسبات الظروف المثلى ومقارنة بين الطرق المختلفة وأؤكد أنه يجب الغسل الجيد ثم تحميص الراسب ثم الصهر والآن ها هي نتيجة الصهر قطعة معدنية لامعة ونقية من الفضة ونؤكد لمشاهدين الكرام أن قناتنا سوف تشرح سلسلة فيديوهات متكاملة عن استخلاص الفضة والذهب وخاماتهما إن شاء الله تعالى بشكل تدريجي لن ننساكم وأي سؤال أو استفسار اكتب لنا في التعليقات إلى اللقاء في فيديو آخر نستودعكم الله اشتركوا في القناة